السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معكم فيديو جديد ووصفة جديدة كنت من الأمور ديالكم تكون باخر وعلى خير انتم لم تشاهدوا الفيديو ديال اليوم كيفما وعدت الأخوات المبتدئات اللي بغاوا الطريقة ديال الخبز فان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم عجينة واحدة غادي ندير بها ان شاء الله الخبز ديال التار والخبز ديال بضبط بطريقة ليساهلة بزاف لك انتها كم شغولة بزاف ديال الامور في البيت فان شاء الله هالطريقة غادي تعتمدها لان العجينة ان شاء الله غادي نحضرها بدون دلك وكيجي الخبز مفش فش غزال بزاف بالنسبة البطوط راكي يجيها كم متافخ وحتى الخبز ديال التار كيجيها كارطب المدة اطول فهتقدري انك تحتفظ به في التلاجة فقط كتدري في البلاستيك الغذائي والوقت كتحضر المجبة ديال الغذاء او للعشة كتخرجي وكتسخنيكي ولي بحالي لعطيبتي ما كيتفرتت متلشي حاجة شاركوا الفيديو مع العائلة والاصدقاء ودباب لما نطول عليكم يالله معي نتعرفوا على الطريقة لتحضير هاد الخبز اللي كيفما اذكر لكم بدون دلك فانا هناك كنت مشغولة وكنت غادي نحضره بل تماشي مشكل نشاركوها كمع الاخوات اللي دائما يطلبوني على خبز الطار اللي ما يخدش لهم بزاف ديال الوقت وحتى الطريقة ديالي ديال البطوط لانك يعجبهم بزاف فاشكنت كان ديال روتينات كيشوفوا البطوط من اللي كان نعود نتخنه كي اختمر او لا عفوا كي تنفخ ليا مرة اخرى وبغوا الطريقة ديالي فان شاء الله تعتمدوها كدش رائعة بزاف على بركتي الله غادي نعطيكم القياس بالكاس وبزافة بالنسبة لأخوات اللي دائما نطلبوني نعطيهم القياس باشاك يجيهم الخبز ديالهم ناجح فاخديت هنا هاد الاناء اللي وضعت فيه كيفما اشتوا معي خمسة ديال الكيسان ديال العنباء ديال المال يكون دافي احتجليهم علقة كبيرة ديال الخبز NA استعملت هاد الخبز حويبا ومعلقة كبيرة ديالسكار سانيدا كنضيف عليهم كيفما اشتو معي نجوش ديال زليف ديال الدقيق ديال الفينو اللي هو السميد يجيونها كم طحون هنا نخلط فقط بالخلط اليدوي حتى نحس بالخميرة مع السكر نسجمه مع الماء والدقيق ديال في نوم من بعد أخوتي غدي نغطي هاد المكونات كاملة وغدي نخليها تفاعل ويضعف الحجم ديالها أولا تختمر لي غير واحد شوية وكيف كتعرفوا دبره الجو سخون فضغي المكوناتها كتتفاعل مع بعضياتها من بعد مولات عندي بهاتشكل كيف ما كتشوفوا معي دابا بدك نزيد في الملح فضروري كتدلوا الملح لحسب الضوء قديركم فتقريبا ندرتها كوحدة معلقة كبيرة مع مراش ديال ملحة صافيو كان بدك نضيف دقيق الفورس بالنسبة لكيمية ديال تقيق الفورس كتبقى دائما على حسب النوعية دياله ولكن بالنسبة لأخوات اللي غدي بغيو هاكا القياس بزلافة فعندي هنا هاتزلافة رهة متوسطة ما شي زلافة اللي كان شربوه فيها هاكا الحرارة كيكون الحجم ديالها كبير فانتو ممطبيط الحالي لدرتوا الحجم ديالها كبير فكديرو جوجزلايف ديال تقيق ديال فينو وكديرو جوجزلايف اللي كيكونو عامرين ديال دقيق ديال الفورس وهكا يلا كان خاصكم ما زال دقيق فتقدرو تضيفو ربع زيال زلافة او الانصف زلافة على حسب كيف ما ادكت لكم النوعية ديال الدقيق المهم انكم كتبقوا وكتضيفو دقيق ديالكم وانتو ما غير كتدخلو هاديك الكيمية ديال دقيق الفورس وانتو ملاحظة بالنسبة للاخوات فضروري ان القوام ديال العجين تكون اول حاجة كتلتسك كيف ما كتشوفو معي بها تشكل غادي نعود ندهنها ايديا واندهنها كالعجين بالقليل فقط من زيت باشها كما كتشكلش هديك القشرة لي كتكون في الفوق وغادي نغطيها هاد المرة غادي نغطي العجينة وغادي نخليها تختام مرلية من ثيان حتى كيضطع في الحجم ديالها كيف ما غادي تشوفو معي ان شاء الله كيف ما ذكرت لكم احنا ملاحظة بغيت نقولها الاخوات بالنسبة للخبز اللي كنتو غادي تعجنوه ما تديروش نهائيا الدقيق الخاص بالحلويات فانو في الايام ديال العيد كنت تعجنتها كالخبز ديال طار بدقيق الخاص بالحلويات ولكن ما كتعطيش نفس النتيجة فبصراحة النتيجة ديال الدقيق العادي كتجي رائعة بزاف وكيجينا الخبز ديالنا فش فش أرطب بزاف هنايا غادي نكمل معاكم كيف ما كتشوفو معايا بعد ما خليتها كالعجينة حتى تضحف الحجم ديالها ولا تبهت تشكل كيف ما كتشوفو معايا فضروري من هاد المرحلة هيالي كتخليلينا لاجينة كتجيب حالي لدلقناها مدة لي هي طويلة بزاف صافي كناخد العجينة كنحولها كننفرغها من هادوك الغازة ديال ديال خميرة من بعد اخواتي غادي نقسم هناي العجينة كيف ما تكرت لكم بالنسبة للعجين غادي ندير هكا النصف ديالها الخبز ديال الضر او لا الخبز ديال فورن والنصف الاخر فانا ان شاء الله غادي نشكله باش نحضر به ان شاء الله البطبوت اللي ممكن انكم تحطوها هكا في الوجبة ديالكم ديال الفطور او لالجود داي بالنسبة الخبز ديال الضر فكناخد دائما الدقيق ديال فينو او للدقيق ديال القمح نحاول نرش سطح العمل بكمية كمية كبيرة ومن بعد اخواتي نبدأ نشكل في الكويرات بهذا الشكل تبقى دائما القياس الكرة على حسب السيدة وشبهات الخبز كبير أو صغير بالنسبة لي عدرت الحجم دياله هكا شوية متوسط ستشوفوا معي ان شاء الله قدشي يجيني من بعد نضع هكا فوق سطح العمل ونغطيه ضروري بوحد المينديل لكي اخواتي كيفما اضقت لكم ما يضربوش الهواء وكيتشكل لنا واحد القيشر اللي كتكون في العجينة في الفوق اما بالنسبة الكيمية ديال العاجي اللي بقعت عندي فانا كيفما كتشوفوا معي رشية هاد المرة الدقيق ديال الفورس وغادي نشكل هكا للكويرات على حسب هكا البطبوط انا بغيت الحجم دياله شوية كبير وبالنسبة لدقيق الفورس حاولوا انكم ترشو الدقيق عاول عفوا بالنسبة للبطبوط حاولوا ترشو الدقيق الفورس ماشي الدقيق ديال الفينو ماليك تجيو هكا كالطيبو الخبز ديالكم فاكيد ماليك الطيبو خبزة جوج ثلاثة فالنقلة ديالكم اول حاجة كتتحرق لكم الى اخات مسحوها كيبقى لسق في هادك الدقيق ديال القمح وكي تجيكم اللون ديال البطبوط ديالكم ماشي زوين فمن الافضل انكم تقرسوه بالدقيق ديال الفورس صافي ناية بعد مشكلة الكويرات كيف ماشيتو معي فان اخدها كاول حاجة غادي نبدا بها هي دقيق القمح رشيتو مراخرة وكن اخد الخبز ديال فون وكن حاولها كنقرسوه بالنسبة للسومك ديالو كيف ماشيتو معي انا كنبغي سومك ديال الخبز كي جاك انتوسط ماشي رقيق بزاف وماشي تاني غلط غادي تشوفوه معي ان شاء الله بعد ما غادي طيب صافي وكن وضعوه مباشرة انا فلطة اللي دير فيها دائما ورق الزبدة هاد الطريقة رشاركتها مع الاخوات شحة من مرة فكنت كنديرو دائما في واحد طبيلة في مين ديل ومالي كان جين طيبه فكن هزو كان مقا كنحطوه فلطة ولكن من هر عتمت هاد هاد الطريقة مبقاتش كتختاني فكتجيني طريقة لهيا سهلة وسريعة في نفس الوقت فاحتنتي ايلا كنتي من الناس اللي كي هزو هكا الخبز وكي بغاوا يوضعوها هكا فلطة دي الفرن باش يطيبوه وكتعواج لهم الخبزة فان شاء الله تحتم دي هاد الطريقة كتجي ساهلة بزاف بنسبة الاخوات اللي كي عواج لهم هكا الخبز من اللي كي هزو هكا انا بالنسبة لي فاش كندير هات الطريقة كي يجيني ساهلو فنفس الوقت اخواتي ما كيخدش لي هاكا بلاصة في المطبخ كي ما كنقرسوه كنوضعو فلطة اللي فيها ورق زبدة كنغطيبو مينديل وكندخل لطة دي الفرن وكنخلي كي يخمر على خاطره عاد من بعد اخواتي كنبقى كنطيبو كي يجيني طريقة هي ساهلة بزاف صافيناي كيف ما كتشوفو معايا غادي نقرس حتى الخبز دي البطبوط غادي نوضعه وفاف من دي الفوق فوق الطاويلة وغادي نغطي ونخلي كل شي اختامر عاد ندوز معاكم نطيبوه صافيناي كيف ما كتشوفو معايا اخواتي بعد ما اختامر عندي الخبز فكتضغطو علي بحلاكة كي عاودي رجع ما كتبقاش هاديك التقب ديال ييد ديالكم بعد ما كتحطوها في الخبز هنا اول حاجة غادي نبدأ بها هي الخبز ديال البطبوط ففهد لو قيته لي كان طيب الخبز ديال البطبوط الخبز ديال فورن ما زال ما درتوش يطيب فغادي نزيد نخليه واحد شوية وفهد لو قيته راني شاعل الفرن كي يسخن على خاطره بعد ما غادي يسخن فاكيد غادي ندخل الخبز ديال فرن بشي طيب بالنسبة للطريقة ديال البطبوط طيب ديال ها راني شاركتها معكم بزاف ديال المرات طريقة لي ثاهلة بزاف وكي يجيكم البطبوط ديالكم كامل منتفخ من اول وحدة غادي تبليكم بان ناتجة ديال الخبز ديال كمرا هي ناجحة 100% فاول حاجة كنوضع النار اللي كتكون هاكا متوسطة حتى المهيلة كنوضع الخبزة ديالي كيف ما كنحطها كنخليها غير واحد شوية قبل ما تبلي يديك الفوقعات بدو كي تلعو فيها كنقلبها مباشرة كنوضع الخبز ديالكم حتى دار دوك الفوقعات في الفوق فاكنو متأكدين ان الخبز ديركم ما غاديش يتنفخ وغادي تتقبليكم من طبيعة الحال بعد ما غادي تقلبوه صافي انا شنو كندير كي ما كنحطه قبل ما يدير دوك الفوقعات كنقلبوه وكنبدأ هكا مرة مرة كنبقى كنقلبو حتى كيتحمر لي من اللي كنقلبو هكا المرة الرابعة كيف ما غادي تشوفوا معي هنية كي يبدأ كينتفخ لي الخبز ففهاد لقيت اخواتي كنجهد عليه النار باش هكا كيتنف بخلية وفي نفس الوقت كي يكمل هكا طيب دياله وكيتحمر فهذه الطريقة ديال المعتمدة ديال طيب ديال الخبز كيف ما كتشوفوا معي هديرها اول وحدة وكي يجينا بطبوط اللي من فوق بزافة كين يمتزاف ديال اخوات اللي كي يحمقوا هكا على البطبوط ولكن ما كينجحش معهم ما كي يجيهم شاكا متفخ وكي يجيهم اللي كي يطب كي يكون هكا معجن في الداخل فان شاء الله تعتمدوا هالطريقة كتشي رائعة بزاف صافي كان بدك نقلبو هكا من جوانيب بجوج بعد ما هكا كيتنفخ مهم حتى كيتحمر فانا ما كان حمروش بزاف لاناني بعد ما كان نحتفظ بهاكا فملي كان جين سخنو عاد كنكمل هكا الطيب دياله كان خليها كيتحمر وملي كان جيو تسخنوه فكونوا متأكدين كيعاود هكا يتنفخ بحالي لا عاد طيبته صافي هنا بعد ما كان طيب عندي الخبزة اولا البطبوطة فكان اخدها وكان طيب لي هدو كل جوانيب كان وقفها كان بدك ندورها شوية صافي وكان حيدها وكان طيب بنفس طريقة كنستمر حتى كنكمل طريقة ديال طيب كل شيء وكل مرة هكا يبقى لي هكا واحد الكيمية ديال الدقيق للأبيض فكان حاول هكا مسحوم المقلع باش هكا ما كيتحرقش ليه وفي نفس الوقت اللون دياله بطبوط كي يجيني زوين بزاف ومحمر كيف ماشتوا معي هنا يا رادرت العفية اللي كتكون هكا مهيلة من بعد أخواتي كان وضع هكا الخبزة كنخليها قبل ما تدين لي هدو كل فقاعات كنقلبها من اللي كان حسبها قبطات فرصها هني كنجهد النار كيف ماشتوا معي هنا راجهت العفية كيف ماشتوا معي هنا قلبتها المرة الثالثة المرة الرابعة كنقلبها وكان حاول هكا نحيدك الفائد ديال الدقيق الفرصي لكا نبقى لي هكا في الخبزة كنحاول هكا نحيدو صافوا في هاد لوقتة غادي تشوفوا معي ها غادي تبدا هكا الخبزة تنتا فخلية كيف كتشوفوا معي هنا يراها النار مجهدة كتخليوه كي يكمل هكا الطيب دياله في نفس الوقت كيتحمر لكم فانتمنا تجربوه طريقة لي سهلة كيف ما اتكرت لكم وبالنسبة لخبز ديال الدرم اللي كان جيها كان عجين الخبز ديال الدرم غير بوحده كنضيف بالنسبة لعجينة كنضيفها تقريبا واحد معلقة كبيرة ديال الزيت إلا كنتم من طبيع الحال غادي نعجن غير كمية ديال نفس اليوم فكنضيف لي دائما ديك معلقة ديال الزيت كي يعطيه واحد اللون اللي مذهب زوين مزدر وإلا كنتم من طبيع الحال غادي تعجنه الكيميال غادي تكفيكم ديال يومين رغم ما كيوقع لي اخواتي اتشي حاجة كيف ما اتكرت لكم بعد ما كتطيبوا الخبز ديال الفورن كتخليه في واحد المين ديال حتى كي يبرد ثماما ومن بعد كتلفوه في البلاستيك الغذائي وكتوضعوه في تلاجة الوقت اللي كتبغيوها كتحطوه لوجبة ديال الغداء او للوجبة ديال العشاء فكتجبدوه وكتخليوه في الفورن ديال كي يسخن واحد شوية كي يبحالي لعطيبتوه ما كيتفرتت موالو جربوها الطريقة فاللا درتو فيها كيميال الزيت مع القاديال الزيت فكونوا متأكدين اللي احتفطو بها كي يومين فغادي بدا هكا كيتفرتت لكم فحاولوا انكم مضيفوهاش فبالنسبة لي انا عجنت كيميالي هي كتيرة دكشي لشتوني ما ضفتش ديك ملعقة ديال الزيت باش هكا نحتفط بها في تلاجة فانا هاد الخبز درت فيها كي يومين بالنسبة هكا البضبوط وحتى بالنسبة هكا الخبز ديال الضاب هنهي غادي نرجع نكمل معكم بعد ما هكا اختمر لي الخبز ديال الضاب فكنتقبوها هكا بالفرشت وكندير واحد توقف الوسط سوف ومن بعد اخواتي غادي ندخلوا الفور اللي كي يكون تسخن على درجة حرارة ميتين درجة كنخلي الخبزة من جهة الاسفل حتى كتتتحمر وكتتتفخ من بعد اخواتي كنخليها في جهة الفقنية حتى كتتتحمر لي بها تشكل وهناي بعد ما طيبت الخبز فهذا والشكل النهائي ديالو كي يجي محمر كي يجي خفيف بزاف من فش فش فكنمت اكتيني لاجربتوها الطريقة غادي تنال اعجاب ديالكم خصوص هالاخوات اللي ما كينجحش لهم الخبز هنهي بغتغل نوريكم بان سمك ديال الخبز ما كي يشرقيق بزاف ومشيغلت كيف ما كتشوفوا معي بها تشكل صافينا قدي نغطيه من طبيعة الحال كيف ما كتلكم اغطيو الخبز ديالكم بمنديل وخليوا هكا حتى كيرطاب عندكم ومن طبيعة الحال كي برد تماما عدك تجمعوه من طبيعة الحال اللي قدي تتعمله في نفس اليوم كتلويو في منديل وعدك تديروه في البلاستيك اما بالنسبة لي قدي تحتفظو بي في ثلاجة فكتلويو كيف ما تلكم في السلوفان او لفش بلاستيك اللي يكون ضروري يكون بلاستيك غدائي وعادك تحتفض بيه في تلاجة كيف ما كان دير حتى بالنسبة لبطبطة أخوتي كنخليها كاف تلاجة حتى اللوقت اللي كانحتاجو كانج بدوه وكنسخدنو في المقلاة كي يولي بهاتش كالخفيف كيف ماشتوا معي حاولتها كنطويل لكم بطبطة باش شوفوا معي كيفاش كي يجير كي يجي خفيف ونجح مياه في المياه كيف ما تكتلكم بالنسبة لأخوات المبتدئات المكوينة دي الوصفة بزلفة وبلكس فان شاء الله غادي تلقوها مكتوبة في صندوق الوصفة في أول تعليق ان شاء الله أسفل هاد الفيديو انتظروا مني المزيد من الوصفات لأخوات هكا المبتدئات لي دائما كي شاركوني هكا في تعليق بغوا بزلف دي الوصفات راني منسي تكمش كيف ما اتكرت لكم غبرت عليكم من الظروف هاد الايام ولكن ان شاء الله غادي نحاول هكا يوميا نحط لكم الوصفات اللي ان شاء الله غادي تنال إعجاب دي لكم وغادي تجربوها كتكون وصفات لي ناجحة هنا حاولت نقطع معكم الخبز ديال طاروخة هنا يرى ما زال ما برتش عندي ما زال عندي هنا الخبز سخون شوفوا معي كيف يجي من الداخل كي يجي هكا مفش فش غزال بزاف كي يجير طب كيف ما كتشوفوا معي مرة النتيجة واضحة لكم مرة الخبز لكي يكون هكا قاصح او لمزوج را كي يجي باين غير ملكة قطعيه ما كي يجي هكا الشكل دياله من الوسط باين بهذا الطريقة كيف ما كتشوفوا وبهاكا نقول لكم اخواتي شكرا لكم بزاف على المشاهدة ديالكم خليوني خليوني اراءكم في تعليق شاركوني الفيديو او اللي شاركوا الفيديو مع العائلة ديالكم خليوني لايكاتكم باش هكا تشجعوني نكون حاضرة دائما في القناة خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته